صباح الفل عليكم ازايكم احلى متابعين عندي اخبركم ايه حبيت اصبح عليكم المنظر الحلو ده عشان نبدأ صباح جديد صباح الخير والفل والهنة والياسمين عليكم ما تنسوش فيديو النهاردة ومن اللايك ياريت تحطوا لايك علشان يوصل لكل الناس وحاولوا لو سمحتوا قللي اول مرة يدخل قناتي ياريت يعمل اشتراك وسبسكرايب يفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد مني النهاردة هنعمل الطعمية ومش هتفك منك ابدا بدون كربوناتو ولا بيكينج بودر ولا الحاجات دي كلها وهتبقى هشة وجميلة بحط في الطعمية بجيب نص كيلو بعمله وبنقعه من العصر قبلها بيوم بغسله كويس قوي بنقعه طبعا قبل ما غسله بعد كده بنقعه مرة واثنين في مياه نظيفة وبكب المياه قبل منام والصبح بتبقى المياه نظيفة وزي الفل بجيب مع نص كيلو حزمة كرات نص كسبرة خضرة وكان فص تقوم وبصلاية كبيرة متقطعة وملح فلفل بحط كسبرة نشفع وسمسم اذا حبيتي اول حاجة بدرب الخضرة بتاعتي عشان تبقى طرية وتبقى ده الاساس بتاع الدرب عشان ما اضطرش احط اي سوائل وتفك منك الطعمية شايفين انا بضرب كل الحاجات يعني البصل والسوائل والحاجات دي اما ميا مش بحط مياه خارة حط معلقتين كده من الفلفل من الفول المنقوع واضرب كويس في المفرومة اليدوية اللي هي فاكرينها بتاعت الطعمية بتاعت زمان انا بعملها احيانا بس احيانا ببقى مستعجلة او تعبانة فبعمل بالمفرومة الكهرباء عادي اهو ده كده بقى عندي انا بصوا بحط ايه الاول بعد ما ضربت كل الخضرة بتاعتي عشان بسرعة تنفق يعني تتفرن معي بسرعة فبحط الاول الفول وبعد كده الخضرة بقى اللي انا ضربتها بضبط ملح الطعمية تطلع زي الفل بحضر جنبيها بدنجان برش عليه ملح خفيف بحمر البطاطس شايفين الطعمية اهي زي ما انتوا شايفين ولا فكت ولا اي حاجة زي الفل ما شاء الله اهم حاجة زي ما قلتلك حاولي الطعمية ما تحطيش عليها مياه هتبقى زي الفل اعتمدي على الخضرة اللي بتضربيها في الاول هي دي اللي هتضربيها تحطي معلقتين معلقتين مع كل كبشة فول منقوع واهم حاجة وانت بتقلي اقلي في زيت غزير وصفيه بعد ما تخلصي وخلي طاستك نظيفة انا بحب دايما في الفيديوهات بتاعتي اقولك شوية نصايح صغيرة انا كمان تعلمتها من ناس كتيرة جدا انا بعمل مخلل في البيت طبعا اهو شايفين البدنجان زي الفل انا باول حاجة بحمر البطاطس وبعد كده البدنجان وبعد كده الطعمية اهو جهزنا الطعمية شايفينها ما شاء الله ريحتها مليا البيت وهشة كده وجميلة وخضرة وزي الفل والله لو مشيتوا على الطريقة بتاعتي صدقوني هتعملوا الطريقة دي وهتعتمدوها في البيت باستمرار مش هتجيبه طعمية من برا والكلام الفاضي ده اعملي الفول في البيت دمسيه نص كيلو فول هيقضي معاك الاسبوع كله هيبقى على طول البيت في بركة ده الزتون اللي السنة اللي فاتت عملناه مع بعض عملنا برطمانين خلص اول برطمان وبدأت استخدم التاني ده منقوه في زيت الزتون اذا فاكرين هسيبلكو الرابط هسيبلكو لينك الفيديو في صندوق الوصف عشان اللي حابب بيعمل زتون السنة دي بالزيت او زتون اسود او اقدر يبقى يلاقي الوصف وبإذن الله هنعمل زتون ان شاء الله فترنا بسيط صغير حاولي دايما ايه تفتروا حاجات خفيفة يعني ياه وتجددي كل يعني مرة في الاسبوع لما تعملي طعمية هتقضي معاك النص كيلو ده لو عملتي يعني طلع معايا ستة اكياس الست اكياس دول لو عملتي كل يعني في الاسبوع مرة واحدة الشهر معاك هيتقضي ولا هتشتري طعمية من برا ولا اي حاجة بولع بخور بخط فحم سريع الاشتعال على النار وايه بحاول ابخر البيت الصبح عشان الطاقة السلبية اللي بتبقى موجودة في البيوت اسناء الليل كلها احنا كلنا معظمنا بنقفل ابوابنا وشبابكنا فبتبقى الدنيا ايه محتاجة تغير جوا اول ما بتصحي على طول شايفين الطارة دي انا اللي عملتها اتمنى فيديو النهار ده يعجبكم ما تنسوش الفيديو بتاع مني من الشير واللايك وشيروا مع اصحابكم عشان يوصل لعدل اشتركوا في القناة